يناير تي حصلت ومصر في أفضل حالتها الاقتصادية للمفارقة يعني أنت كنت واصل إلى نقطة انطلاق اقتصادي جيدة جدا استثمار داخلي ممتاز استثمار خارجي ممتاز تصدير بيزيد نسبة نمو واصل 7 و 4 من 10% إذن المسألة مش اقتصادية أنا في رأيي أن المسألة كلها كانت فيها الكثير من الخطة العامة للمنطقة اللي هي أنهت العراق وأنهت سوريا وأنهت ليبيا بعرفك ما بتأمن بنظرية المؤامرة دكتور؟ دي معددش مؤامرة دي أمور واضحة من أول سايكس بيكو لحد النهاردة طيب بس الأسباب الداخلية شو كانت؟ سطوة الأمن؟ موضوع التوريس؟ الحكم العائلي كما يوصف أحيانا؟ أو ماذا؟ شو الأسباب الأساسية؟ أنا بستبعد أنا باخد زي ما احنا ساعت نشخص بالاستبعاد ما هواش الموقف الاقتصادي بالقاطع وأنا بقول لك وأنا عارف أن آخر سنة كان فيه 900 ألف وظيفة عمل جديدة علاقاتك كانت جيدة إذن هي كان في رأيي المتواضع هو تصرف أجهزة الأمن مع المواطنين اللي كان فيه قدر كبير من انتهاك لحقوق المواطن فالناس كانت في حالة ضيق وتواجد النظام 30 سنة والناس في حالة الضيق ده اشتعلت الشعلة الناس قالت رأيها ترجمة نانسي قنقر